مرحبا بكم احبائي ومرحبا بكم في طبق جديد ووصفة جديدة في قناتي اللي ما شاء الله هاجبت لكم واحد الوصفة اللي رائعة وبزات منكم غادي جيوم شوية غريبة وغادي نقولوا كيفاش غادي جي هاد الوصفة ولكن ينصدقوني بالله ركادي رائعة جدا تبعوني حتى الاخير باش شوفوا معي المقادر وطريقة ديال التحضير كيفما كيبال لكم غير شكل ديالها ركي جميل جدا ماء اول حاجه غادي احتاجو غادي نحتاجو یا انشاء الله الوصفة ديال اليوم غادي نحتاجو الوردة ديل القرعه اياه الوردة ديل القرعه شاء الله ها غادي نوريكم طريقة باش غادي تحضروها وانحنا في المغريب كتبة عندنا ايو كي اعطوا هالي نخ nog درا before ولا هما هي كي قرمو بيها و آن شاء الله اليوم ان شاء الله ما بقاش غا難 رميوها وغادي ناخدوها من السوق وغادي نشتعملوها بهالطريقة كيفما كيبال لكم انا حية الوريقات الخضرية اللي كيكونوا في الجوانيب وحية قاعدة الشي اللي كيكون داخل بهالطريقة بطريقة بسيطة كن نقدروا ننقيوها كنخلي وغير ديك اللي الوريدة ديالنا هنا في اوروبا كتبع شوية غالية والتمن ديالها غالي وما كتكونش متوفرة بزاف و لكن في المغرب ممكن ناخدوها فابور كيف ما كيبال لكم كان نحيضو الورق ديال الجنب كيف ما كلكم قبيلة وكان نحيضو دكشي لكيكون داخل وهنايا غادي نحتاجو اي نوع ديال الجبن اللي غادي يكون محقوق وغادي نحتاجو هنا يا اه جبل البلدي اللي كيتبع في المغرب وإلا ما عند الناس ناخدو غير الحليب نغليوه مع شوية ديال خلو لشوية ديال الملحة ومن بعد غادينا نخدمو وهنايا غادي نحتاجو الوردة ديالنا وهذا لنشوقة ولا لنشوبة كيف ما كنقولو في المغرب ممكن نبدله بالطون عادي جدا ولا شوية ديال القاشر على حساب اه رغبة ديالكم ولا شوية ديال شرائح ديال لدند وغادي نحتاجو شوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفل الاسود هادو ما المكونات اللي غادي نحتاجو كيف ما كلكم المكونات اللي ما ما غاديش يكون مطفر مشيقع في البيوت هو اه لنشوقة ولا لنشوبة ممكن تبدلوها بالكاشر ممكن تبدلوها بشرائح ديكرومي وكيف ما كلكم الجبن الى ما كانش مطفر عندكم الجبن البلدي تقدرو تاخدو واحد لترو ديال الحليب وتدير واحدة جوج مع القديل الخل ولا جوج مع القديل الحمد وتديرو فوق النار على عفية مهيلة حتى كي تجي فيه الغلية ديالو ورا عندي اه جبن طريقة تحضر ديالو في القانات ديالي غادي نحط ليكم الرابط ديالو في صندوق الوسط وهنا يا من بعد غادي نبدو نناخدو داخل معجون ديال الجبن اللي اه حضرنا من قبل ولا ديال الجبن وغادي نبدو نعمرو به القرعة ديالنا بهات الطريقة اه طريقة بسيطة كنناخدو واحد الكيميه ديال الجبن وغادي نحاولو ندخلوها في الداخل ديال الوريدة وكنحاولو نستو عليها شوية غادي نبقو مستمرين بديك الطريقة اه كنناخدو واحد الكيميه وكننحلو الوريدة وكنعمرو الداخل بواحد الكيميه ديالها الخالد حاولو ما تكتلوش بزاة هكدا ما غادي شي تترطقو لنا من بعد وغادي تخرج لنا الحوشوة سنحل الوردة لنا ونضع الكمية قليلة في الواسط ونحاول نصد الوردة لنا وكيفما كنت لكم قبيلة الحشوة كنت توقف على حساب الرغبة ديالكم كيفما كنت لكم غادي نديروا جبل البلدي وغادي نحطو واحد الكيمية ديال الجبل المحكوك ولا الفرمج الحمركي في مكاننا نخدموه في المغرب وغادي نديرو مطابعة الحال غادي نديرو اما لاداند ولا لانشوبة ولا غادي نديرو طول عادي مطابعة الحال بدون طماطم اللي غادي يكون بالزيت هاك داك تركا نكملو الكمية كاملة ديال الوردة ديالنا ومن بعد غادي ندوزو اه فين غادي نغمسو هاد الوريدات غادي نديرو واحد الكمية ديال الدقيق الناعم والدقيق الفورس العادي غادي ناخد واحد الكمية نضعو عليها واحد شوية ديال الفلفول اسود وكان نضعو واحد شوية ديال الملح وهنا يا انا غادي نخلطو بالماء الغازي ولا كيف ما كان قولوه والمس والليلة ما مطفرش عندكم تقدروا تضيفو غير المادي الروبيني العادي الى كان متوفر عندكم الماء الغازي غادي يكون احسن ولكن كيف ما كلكم الى ما كانش متوفر تقدروا تضيفو غير المام الروبيني غادي نبدو نخلطو شوية بشوية بها الطريقة غادي نبدو نضيفو شوية بشوية حتى كنحصلو على واحدة الخالط اللي غادي يكون مرخف بحل العجين ديال البغرير ولا ديال الكريب ومن بعد غادي نوضعو واحدة كمية ديال الزيت اه مطابعة الحال زيت القالي غادي نبدو نغمسلو ريدات ديالنا اه في الخالط ديال الدقيق غادي نغمسلو ريدات ديالنا في الدقيق ونبدو نحطوهم في الزيت كيفما كيبال لكم القوام ديالو غادي نستمرو بديك الطريقة غادي نبدو نغمسو الوريدات ديالنا في ذاك الدقيق اللي وجدنا اه الدور ديال داك الخالط ديال الدقيق هو اللي كيحملنا الوريدات ديالنا باش ميتحلوش وكيعطينا واحدة كرمشة رائعة غادي نستمرو هاكا كنتي نكملو قاعلو ريدات اللي عندنا وكي نقلووهم كيفما كتليكون قبيلة داكشي على شكل لكم ما تعمروه مش مزيان هكذا ما غادي شي تشتولينا وتخرج لنا الحشوة على بره ما كياخدوش بزاف الوقت في الطياب كنستمرو بنفس الطريقة حتى كنكملو اه لوريدات كاملين كيفما كيبلكم طريقة بسيطة وصدقوني كيجي رائع جدا والحشوة كتتوقف على كل واحد واللي مطفر عنده وعلى حساب الاختيار دياله ورغبة دياله وهذا الشكل النهائي دياله الطبق ديالنا كيفما كيبلكم كيجي واحد طبق اللي رائع واحد واحد الاوكل اللي رائع جدا كتجي مقرمشة وليده من الداخل كيفما كتعرفوا كاملين داك الجوبن كيجي لديد معه الفروماج وديك الملوحية دياله لانشوبا وكيفما كتلكم تقدروا تديروا الطون حتى هو غديجي نفس نفس النتيجة ولا تديروا اه شرائح ديالك الرومي ولا شوية ديالكاشر كنتمنى اه الطبق ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم تكون راقتكم وعجبتكم وتجربوها واستغلوا هاد الوريدات اللي كيتباع عندنا ولا اللي كيتعطونا فابر في السوق واحنا ما كان عارفوش ليهم وكان عارفوش قيمتهم وفي البلد الاخرين كيتباعوا بواحدة ما اللي غالي جدا استغلوهم بها الطريقة وان شاء الله هم ما غديش ندموا عليهم ما غديش اه تندموا احنا جربتوا هاد الوصفة واللي اول مرة كيشاهد القناة ديالي كنتمنى يدير جيم ويدير ابوني وما ينساش شفعي الجرس هكذا دائما غديوصلوا الجديد لفيديوهات ديالي وما تنسوش تباك تجيو هاد الوصفة مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم وهاد الوقي ديال هاد القرعة استغلوا هاد الفورصة واجربوا هاد الوصفة وغير صدقوني وزعموا عليها ما غديش ندمو عليها ان شاء الله ووصلت معاكم نهاية الفيديو نتمنى نلقاكم بحير وعلى خير فيديوهات مقبلة وبسلام وفتصفة اخرى ان شاء الله